لما قررت ان انا اعمل وصفة للكوب كيكس محبتش انها تكون عادية كده مجرد عجينة كيك وبحطها في الكوبس وتبقى كوب كيك لا احبت ان هي يكون شكلها مختلف شكلها حلو بيجذبنا وبيجذب الاولاد تنفعنا بقى في المناسبات والاعياد واللانش بوكسات سهلة واقتصادية ومقاديرها موجودة عندنا كلنا في البيت شكلها من بره ولا غلطة ومن جوه ولا غلطة والطعم ولا غلطة مش هتول عليكو اكتر من كده بس قبل ما نبتدي الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وكمنت وشير ويلا بينا نبدأ ونشوف عملنا الجمال ده ازاي عندي بطين بدرجة حرارة الغرفة انا هستخدم الخلاط انتوا استخدموا اي حاجة انتوا بتفضلوها هحطوهم في الخلاط وهنزل عليهم كمان بمعلقة من الفانيلا معلقة كبيرة علشان الزفارة وبعد كده عندي كوباية من السكر من كوباية لكوباية وربع على حسب الزوء عندكم بس انا بالنسبة لي كوباية مناسب هنزل كمان بنص كوباية من الزيت وعندي يا اما كوباية من الزباد يا اما كوباية من اللبن وعليها معلقة من الخلي دي كوباية من اللبن وعليها معلقة من الخلي هضربهم بقى في الكبه كويس لحد محضر المواد الجفة عندي كوباية وربع من الزيق هنخلهم كويس جدا وحط عليهم معلقة كبيرة بيكين باودر ونص معلقة صغيرة من البيكين صغيرة عندي كمان كوباية اللي ربع من الككاو الخام الغير محلة كمان هنخلوا وهحط عليهم معلقة ونص من قهوة سريعة الزوابان ده بيعزز نكية الشوكولاتة لكن طعمه مش بيبان خالص معنا في الوصفة دي كل دول هنخلهم كويس جدا وتأكد ان الحبيبات بتاعتهم فكت هرش رشة من الملح وهنزل بقى بالمواد السائلة اللي انا ضربتها كويس في الخلط وتأكدت ان كل الحبيبات بتاعت السكر دابت هبدأ بقى أقلب كويس جدا في اتجاه واحد كده وهتحسوا بقى ان الخليط قوامه سميكي يعني تقيل كده مش خفيف في الوقت ده بعد ما خلص تقليب هنزل عليهم بكوباية من الحليب الساخن والحليب سخني جدا واصل لدرجة الغليان وهبدأ ان انا أقلب على طول وده بيحسن قوامي الكيك جدا وبيدينا كيك شوكولاتة هش بشكل مش طبيعي هقلب بقى كويس لحد ما القوامي يبقى ناعم وسموز وقوامي الكيك يبقى زي الكيك العادي اللي احنا بنعمله هحضر بقى عندي اوالي بالكوب كيك وهحط فيها الورقة بتاع الكوب كيك ده والبولة بتاعت الايس كريم دي بدأت ان انا احط هحط الحد اكتر من النص بشوية يعني اكتر من نص الكوب كده بشوية علشان هو هينتفخ وما يطلعش برق الكوب كتير تمام مقدار الكيك ده كفة ان انا اعمل القلبين دولة مرتين يعني 24 قطعة هدخلهم بقى الفرن على درجة حرارة 180 رفا اوسط لمدة ربع ساعة بس يا جماعة في الوقت ده حضر الحشوة اللي من جوا عندي ربع كوباية من السكر البودر عليها نص كوباية من الكريم شنطي وكوباية من الحليب السائع ومعلقة ومعلقتين من الجبن الكريمي هدربهم كويس جدا لحد ما قاومهم يتقل هنا الكوب كيك ستلعت عندي شايفيني الجمال بتاعه حلو ازاي ومنتفخة ازاي بس بها لما تبرد تماما مش هشتغل فيها الا لما تبرد بصوا هشة ازاي وطرية ازاي حلوة وما فيهاش غلطة جميلة جدا جدا هنا قررت ان انا اعمل فيها فتحة من جوا كده بالمعلقة وان انا افرغها عشان احط الكريمة وبعدين جاتلي فكرة انه انا ليه انا اهدر وطلع من جواها شوية من الكوب كيكس ما انا ممكن اضغط عليها بصباعي كده لتحت وابقى ما هدرتش في الكيك وما طلعتش اي حاجة منه برا وسهلة جدا ومبتاخدش وقت فيعني الفكرة دي جاتلي وانا بشتغل فبدأت ان انا طبعا ايدي نضيفها ومخصولة ان انا بس افرغ كده من جوا طبعا هو الكيك هشي جدا فانا سهل جدا ان انا افرغ من جوا مكان للكريمة مفروض الكريمة تكون سقع انا جاء غلطتي ان انا استخدمت الكريمة على طول وهي لسه مش قوامها تقيل قوي بس انتوا معاكم وقت سيبوها شوية لحد ما في التلاج او في الفريزر قوامها يتقل شوية وابدأ احطوها علشان تبقى سهلة ما تطلعش كده من الكيك زي ما عملت معي انا بعد ما فرغت كده وحطيت من جواها بدأت ان انا اخد الزيادات دي كده بمعلقة مثلا او حاجة علشان اخلي السطح سموس عشان لما حط طبقة الشوكراتة من برا ما يتبقاش طلعة كده منها الكريمة فاهمين قصدي انتوا بقى تقدروا تقفوا عند اي مرحلة يعني تقدروا تكتفوا بيها كاب كيكس كده عادية خالص تقدروا تحشوها كريمة وتكتفوا بيها كده بس تقدروا تحطوا عليها لتشوكلة يعني انا عملت كل المراحل وانتوا بقى حابين تكملوا الاخر براحتكم حابين تقفوا عند اي مرحلة براحتكم عندي بقى تشوكلة شبس او شوكولاتة مطبخ حطت عليها معلقة من الزيت هدخلها المايكرويف لمدة 30 ثانية وهبدأ ان انا اقلبها لحد ما تبقى شوكولاتة كده ما فيهاش اي تكتلات الكيكس عندي كانت في التلاجة بدأت ان انا اطلعها علشان احطها في الشوكولاتة بس بغمسها كده وبرفعها بس كده وبدخلهم بعد ما خلصهم التلاجة برضو قبل ما حط الطبقة الاخيرة اللي هي الشوكولاتة البيضة انا عملت كل المقدار دخلتوا الفريزر بس 10 دقايق على ما كنت بجهز الشوكولاتة البيضة حابين تكتفوا بيها كده تمام تمام حابين تحطوا زي ما انا حطيت كده يمجرد خطوط كده من الشوكولاتة البيضة وخلوا بالكم ان هي هتمسك على طول لان الشوكولاتة اللي تحتها الشوكولاتة اللي من فوق دي كانت سقعة فمجرد ما بنحط عليها الشوكولاتة البيضة بتمسك على طول طبعا بقى يا جماعة مش عايز اقول لكم 24 قطعة اتعملوا من بطين بس موفرة جدا وحلوة ما تعملوهاش اكبر من كده عشان تدخل في اللانش بوكس بما ان المدارس قربت بصوا بقى الجمال خطيرة يا جماعة ما فيهاش غلطة طعمها حلوة جدا جدا وغنية جدا وده نقدر نسميه لانه طعمه قريب جدا من الهوهز اللي كنا بناكله في مصر حلوة جدا قوامه مظبوط شيلوه بقى فعل بقى بغطى في التلاجة واستخدمه منها على قد ما تحبه ولو كمان عايزين تحتفزوا بيها في الفريزر ما بتقولش حاجة كل ما بتتحطى اصلا في الفريزر هي بتحلوة وطلعوها تفك بس كده وهترجع زي كأنها معمولة تعالوا نفتح بقى واحدة من جوة قوامة شوكولاتة حلوة بقى مجرد ما سبنا في التلاجة بس عشر دقايق مظبوطة والكريمة والكيك في كل حاجة في منتهى الجمال بكده نكون وصلنا يا حلوين لاخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ياريت تعملولي لايك وكمنت وشير واشوفكم في فيديو جديد مع السلامة